اشتركوا في القناة في عصر التقنية الحديثة تواكب مملكة البحرين شتى الوان التكنولوجيا فتوفر من خلال البوابة الالكترونية لاسيما في هذا الشهر الفضيل تطبيق اسلاميات الذي يقدم حزمة من الخدمات الارشادية الدينية والاجتماعية يهدف التطبيق اسلاميات الى توفير بعض الخدمات والمعلومات التي تمثل جانب الديني والاجتماعي للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين منها توقيت مواقع الصلاة ومنها طبعا قائمة بالمساجد للمراكز الاسلامية مراكز التحفيظ بالاضافة الى بعض الخدمات المقدمة عن طريق التطبيق احدها طبعا قائمة بالمجالس الرمضانية التي تعقد بشكل يومي او اسبوعي تحديثات يومية تواكب الخدمات المتوفرة في هذا التطبيق الذي يعطي مواقع الصلاة ويساعد في دفع الصدقات والزكاة من خلالها بكل يسر وسهولة وغيرها من المميزات الاخرى ابرز خدمة موجودة في التطبيق وهي التبرع لصندوق الزكاة والصدقات طبعا من خلال هذه الخدمة المتبرع يقدر يحسب زكاة ويتبرع بشكل مباشر حق مبلغ الزكاة للصندوق بالاضافة الى التبرع للمشاريع اللي يقوم فيها صندوق الزكاة والصدقات مثل الحقيبة المدرسية الدعم المسنين تفريج الكربة وغيرها من الخدمات خدمة تلب احتياجات شريحة كبيرة من المستخدمين سواء الافراد او المؤسسات كونها تختصر عليهم الوقت والجهد ويمكن الاستفاد منها بطريقة عملية سلسة مملكة البحرين كانت وما زالت نافذة تطل على كل ما يواكب التقدم لا سيما على الصعيد التكنولوجي لا تأمل من ذلك سوى الرفعة والتميز بين مصافي الامم لتلفزيون البحرين صالح يوسف